فأسوان المدينة الغنية مع عبدها الأسرية اللي عمرها آلاف السنين هنلاقي فيه أثر استثنائي أثر مهم جدا رغم أنه عمره 74 سنة بس هذا الأثر هو بيت الأديب الكبير ابن أسوان العملاق الكبير العظيم عباس محمود العقاد عشان أهمية هذا البيت وأهمية صاحبه حصل حالة من الجدل في الفترة الأخيرة عن قرار يعني اتقال أنه فيه قرار بإخلاق المبنى اتقال أنه سبب الإخلاق هو إزالة هذا البيت المهم جدا بيت صاحب العبقريات وصاحب العطاء الأدبي والفكري الغزير اتقال مبارح بقى أنه فعلا فيه قرار بإزالة بيت عباس العقاد بعد تقرير فني لكلية الهندسة في جامعة أسوان والتقرير قال أنه البيت اللي ليه طابع معماري متميز هو بيت آيل للسقوط عشان كده لازم تحصل له إزالة لكن كان فيه قبل كده كلام تاني مختلف خالص كان المفروض أنه وزارة الثقافة هترمم البيت واتجهزه بشكل يليق باسم العقاد بحيث أنه يتحول لمنارة ثقافية في أسوان لكن النهاردة فيه معلومات تانية جت من أسرة الأديب الراحل اللي قالت أنه مفيش أصلا قرار بإخلاق البيت من الأساس وأنه كل اللي حصل أن فيه لجنة من مدرية الإسكان عملت معانا البيت من أربع شهور على أساس أن البيت هيترمم فعلا لكن مصير هذا البيت بيت عباس محمود العقاد لسه متعلق مفيش حتى هذه اللحظة قرار رسمي عن هذا المصير وهنا مهم جدا أنه نرجع لتوصيات اللجنة الدائمة لحصر المباني ذاته الطراز المعماري المتميز والمباني غير الآيلة للسقوط اللجنة بعد معاينة بيت العقاد طلبت سرعة التدخل عشان البيت يترمم كقيمة تاريخية مهمة وطلبت أنه يبقى فيه دراسة لإمكانية تحويل الدور الأرضي من البيت لمتحف ولمزار ثقافي وسيح خصوصا أنه الأديب الراحل عباس محمود العقاد عاش في هذا البيت في أيامه الأخيرة هذه التوصيات المهمة وخصوصا أن التوصيات بسرعة ترميم البيت لازم تكون هي أساس أي قرار يخص هذا المبنى اللي عاش فيه هذا الأديب الكبير وخصوصا أن المبنى اللي مساحته 220 متر اتبنى على طراز معماري متميز هذا البيت يستحق كل الاهتمام وبيستحق عملية إنقاذ سريعة كده لأنه هذا البيت جزء من الذاكرة بتاعتنا جزء من تاريخنا جزء من تراث النهضة الأدبية المصرية جزء من مشوار ريادة الثقافية المصرية صراحة صورة حتى هذه اللحظة مش واضحة عن مصير هذا البيت التاريخي والمشكلة إن البيت ما تعملش فيه أي إصلاحات شاملة طول السنين اللي فات يعني كده من الآخر حالته ما تطمنش فهل يعني هل كده خلاص هنفقد بيت العقاد للأبد ولا يمكن يكون لسه فيه أمل في التنفيذ السريع لتوصيات ترميم هذا البيت مش عارفة الإجابة بصراحة بس اللي عارفوا إنه كل يوم بيمر من غير ما البيت ده يترمم هو عبارة عن سطر جديد في شهادة وفاة جزء من ذاكرتنا الثقافية طبعاً اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي ده صور وفيديوهات حصرية لبيت عباس محمود العقاد في الأقصر فيديوهات حصرية لنا هنا في مصر جديدة صورنا هذا البيت من بره ومن جوه هذا بيت تاريخي وليه طراز معماري متميز ومهم جداً ومحتاجين بجد بسرعة إن احنا ننفذ التوصية بترميم هذا البيت لأنه إحنا مش حلوة خالص إنه يعني نفقد أجزاء من الزاكرة بتاعتنا أجزاء من تاريخنا ودي حاجات موجودة عندنا في مصر ناس كتير تتمنى أصلاً إنهم يجوا يزوروها يعني يشوفوا كام واحد في العالم مش بس من الأدباء والمثقفين في العالم اللي بيقدروا عباس محمود العقاد لأ فيه ناس كتير قوي اللي بتقرأ مجرد إنها قرد بس رواية لعباس محمود العقاد ولا قرد سطر ليه في رأيي 12 في حتة ممكن جداً يحبوا يكون هذا البيت مزار ليهم ترجمة نانسي قنقر